وقاية مش نعملو دورة مجولة فاللي تبرتاجة فاللي تكتب فاللي تنشر فاللي تقال سيدة في بعض وسائل الاعلام مع حسين مدين همامي سبح النور سبح النور نبيلة مرحبا بكنتي ورحبا بكيفة سيدة المسامعين واشاء الله نهاركم اسعد ليم جيبك الريحة خليه ريح ما نحملوش ما نحملوش والله ما نحمل والله بالحق هو بيه رواسمك تدفهمها متر تدفهم سخانة هوك هو واضح متر سخن يا اب يبي يسر اه ولا اما التقس الريح انا بصراحة ما نحملوش هو لا بيهي لاليينة لا بيهي للجر لا بيهي اللعباد لا بيهي الحقش كريم يحبه يوم هو صبحان ربي هو اخرج كونجي وماشاء الله اعطى ربي خيره هذك هي معتم الحاجات اللي ممكن اوصل من اول موذيع بسدفاح اي تونس يحب يحل باي موضوع اي حكاية دي ما التقس هي الحاجة اللي اللي النجم يبدأ به وعنا ما نحكيه في التقس بتويع فما حاجة من شاء الله بعد نشوفوها في الزبينك ملا الوامضة ومبعد نمشيه الحسام الدين الهمامي كريم اللي نحكيه عليه وكريم المادة بزميلنا المخرج كي يخرج كونجي تبادل تقس سبحان الله سباح نور مرة اخرى نبدأ بالاخبار الايجابية وصبح لاخبار الايجابية لرادية السياحية عرفت زيادة بسلتة بالمئة مقارنة بعمنا ووصلنا حتى العشرين جوان واحنا مزلنا ما تخلناش في الهوت سيزون او الهوت سيزون كما قالت واحدة من الانستغراموز حتى مزلنا ما تخلناش في ذروة الموسم ذروة الموسم ايه هذيك الذروة الموسم بطبيعة للناس اللي تفهم في السياحة تبدأ من في قوت شتر قوت وانتي ماشي ذيك ان شاء الله بخدرة تربية بتكون عنا ارقام قياسية لعام السنة حسب السيد وزير السياحة محمد المعز بالحسين اجديد انو البارح في اجتماع مع ديوان السياحة ويتارات من الوزارة حظهم على مزيد دعم حملة تونس ليك للي ما عارش حملة تونس ليك هي حملة لدعم السياحة الداخلية اماش ني احنا طالبين حاجة واحدة لا اسعار ينجم تقول انو الصحة هاذا قال قال معتها باشتراعي القدرة الشرائية المواطنة التونسي امره ما دنجم تكون حاجة كما كان قول نحاولو نحاولو نمش معك كنا قاعدين نحاولو اما اعملو اجراءات حطو كتافة للوتلة افرض علي محاجات كيمه هك مثلا احنا معتنا من هذا اليمن عونو فما جوز اكبر ياسر من المرشم امتنا هو من السياحة سياحة الاجوار نحكيو علا تزير وليبيا الذين يدخلون هذا المفهمة لهم سقف في العملة قد يدخلوا فلوس بالطبيعة هذا يدور برشا الموسم للسياحة التونسي لأنه مع تحت المقدرة الشرائية تنقص برشا مقارنة بقبل هو قال يلزم نعطيه الأهمية القصوى للسياحة الداخلية وقال زيد سعيد الوزير يلزم نقدمه عروض خاصة للسياحة التونسي وبأسعار مناسبة تتميشى مع القدرة الشرائية التونسي الموسم تسكر تقريبا تسكر من ناحية الحجو الزيت العروض فيه مش نقدمه فيه مش تقدم العروض ما نصورش كين عاملو كمبليف النوزر الكل تناجي ما تقول حاولت تلوج انتي أنا حاولت تلوج أنا تصدمت بالحق تقريبا الموسم تسكر معتها من ناحية الحجو الزيت وكذا ما شاء الله الوطلة كلهم تسكرين ما لقيتش الحاجة اللي نحب عليها مش ما لقيتش فاهمه عتينا المواصفات تعالى وشو معك هل ي bermشي للالي كالصيحة البديلة ومعني Riley المشكل ممشون لأي حenter olduğu هنا جميع الصيحات المشك نحن وب saved فما عائلات ماش تحب ودلة والتمشي تكري ما بعضها يتلمو يكري ودار في ابي سيو كله يقول لك تجي خير ويطيبو وحدهم يقدو مرهم هم فما الناس ما تحبش طيب فجوسمو يمشو الوتي الجوسم خاطر يحبو ما عادش يحبو ويطيبو نحاول نعطيه بعض العروض اللي تراعي كما قلنا مقدرة المواطن التونسي والمواطن التونسي راهو يصرف راهو يتسلف يكردي يخلقو ذات يتصرف نيجيب الفلوس امرو في الاخر يقول لك انا شهر في العام ولا اثناشن معلها خمسناشن يوم ولا سلدي بون قداش بش يخل الكونجي بتاعه يقول لك بش نصرف بش ينفرها لعائلة فقط لفجرة هذية فلذا نحاول نعطيه بعض العروض راهو تونسي بش يجي ورون مخذلنا كومش وقت اللي صارت معتها تذكر وقت قبل حتى الكورونا بوقتها بريود داك وقت اللي يعود لناك تلك السنوات وقت بريود الارهاب وقت المشاكل اللي صارت وكل شي معتها وقت المواطن التونسي كانوا حاضرين في السياحة وانقذنا المواسم السياحية وبرشة وطلاء استنفعت من السياحة التونسي وراهو يسر في السياحة التونسي وعايش يحبي عايش معناه يحبي يتفرغ من التونسي يعني قدت تتصرف يجيب منه ومنه يجيب على بعضها يجيب على بعضها ما في الاخر يزمي يعدي العطل متاعو حتى كان يقعد مسيلم بعد يقول لك مش مشكل بقلال لها كما يقولوا إن شاء الله بقدرة ربي التونسي يلقى لي حاجتوا به بيني نحكي تقبيلها على الجانب الليبي والجزائري والجيران والتي تقريبا تونس وليت وجهة سياحية عندهم من قبل مش منتوى ومتوى له حتى اللي بشي تقابلوا مثلا العائلات يعيشوا لبرة مايروحوش البلاد مجيوا يتقابلوا مع العائلات متياحوا في تونس وهذه من الحاجات ممكن اللي تأكد لك ليره ما فماش حدود ما بين تونس وليبي وزير احنا بلد واحد هذا شي من قديم زوان مش منتوى الحركة رجعت من جانبين التونسي وليبي البرح اوفيسيال ما في معبر رأس جديد وكان حاضر البرح وزير الداخلية التونسي مع وزير الداخلية الليبي وممكن كانت الأجواء طيبة فما بعض التعطيل ساعات منه ساعات مغادي ساعات كدامة البرح رجعت الحركة للناس اللي تنظر لأنه شفنا برشة ناس تنظر على الفيسبوكي وبرة كانت تسكر رأي فما ناس تعيش من المعبر فما ناس تسدقات من المعبر فما عائلات جديد وانا حسيت ناس كنت سنمش يحل المعبر تيما فما بتبع بشلقة ناس يعجب برشة ناس ما عجب باش قال لي يقول لك سيدي خليهم وشنين المشكل كنسكر وشنين كده رانا نحكيه على بلد شقيق ومعاملات تجارية ومعاملات طبية ومعاملات سياحية وبرشة معاملات قاعد تصير بنا وبينهم أما جديد لهنا في بالنسبة للمعبر راس جديد والبرح فما تسريح وندوى صحفية كان عملها وزير الداخلية الليبي حكاية في مواضيع داخلية وبارشة معتما ما تهمنيش على شأنهم الداخلي الأطراف اللي تسيطر على المعبر وكل حكاية تلكم وكل أمور ما تعنينيش اللي يعني لنا فحديثه شنية حكاية على البضائع اللي سيتم منعها رسميا من العبور من معبر راس جدير على الأقل من الجانب الليبي هاتنا سمعوا شنية قال السيد عميدة ترابلسي وزير الداخلية الليبي الابضاع المدعومة ومن نحتطلة رأي ما يشطالح هذا الكلام رأي صالحكم لصالح المواطن وغالبيت الليبيين مرتباتهم متدني ظروفنا زي بعضنا حتى دي الفلوس قاعد تاكل في المكرون هراك فلهذا موضوع التهريب محده حرجني التهريب واقف بنزينة يوك ممنوع تموين ممنوع بتسافر تمشي تفضل روح واليوم الميزة الأخيرة بنتكرها اللي هي بنتحركوا لمنافذ أخرى مطارات أخرى هاي سيدا قال لك فما حازم حازم قال لك كل شيء واقف لا تموين لا بنزينة لا أي حاجة فيها دعم لا يمكنشى الشخص Yes لا تحركوا بناتمكن خرجة له بعض الانخراف وفنا يנح كل وضع خرجة للمنزين دعم وفي بالي المستخدم بالي ممنوع على الأقل من الجانب التونسي على الأقل من الجانب التونسي بالي وفي الدعم ويmosf يتعدى بطلاق غير مشروع والذي يتعضى بطرق غير مشروعة يتعضى على السحرة ويتعضى على السحرة ويتعضى في السخنة وكان مواد غذائية يتفسد وكان مواد إلكترونية يتفسد بالنسبة للناس الذين يمكن تسلقات من الحاجات التي يملكها ويراهوا من نجموشهم بروا شيء غير قانونية تهريب المواد المدعمة سواء كان من تونس أو من ليبيا هو طريقة غير قانونية تقول لي فما ناس تعيش من شيء ذي يعيشوا أما راهوا خارج القانون وانا أخويا كداف على الذراء بنحق زيادا ندافع على الحاجات التي صحيح راهوا من الظروفنا ما أتمنج موش أحنا لهنا نعطيه دروس للناس اللي هي ممكن قاعدة تعيش حيث كاملة من المعبر ما هذا لا ينفي أنه أقايت باش ننظموا الأمور شوية لأنهم فما إذرار بالاقتصاد التونسي نمشيوا للتقس سواء نبيلا مش بيه التقس لا التقس نحكي قبل ما يتعديوا ساعة استيقانة في الميتيوب غزرت الوقت حتى هنا قد ما زلوا تتقس خائق نحكي على المرسد التونسي للتقس والمناخ اللي قال البارح أنه عنا بلاسة في تونس هي كلاسية ثانية عالميا في درجة الحرارة درجة الحرارة قياسية صارت البارح نحكيه عليه رجيم معتوك وتبعا إن شاء الله أصدقائنا في المعهد الوطن للرز الجوي أكدونا أوين فيوا المعلومة هذي ولو أنه خذيتها من صفحة رسمية للمرسد التونسي للتقس والمناخ يقول لي رجيم معتوك ولي تقبل لي هي ثاني أسخل نقطة في العالم البارح بـ 49.6 حاسي مسعود ما تزير هي لولة بـ 50 درجة والقرويان جيت في المرتبة الثامنة تقريبا بـ 44 درجة سخونة 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 والناس حصتها مرأ أخرى مربوثة بكريم والله أخل أنت القرويان وكذا شي روح البلاد هوا روح البلاد بعد تعد البحر هايج وعملهم الكل معتاي في تارفاد كيفش تغش منك كريم هو روح الاحتياطات تقس تحسن اليوم ودرجات طاحت برش وما زلت بشتياح الفرق ستة درجات بين البرح واليوم وتتحسن البرح في الليل صحيح صحيح ما نسي ترد بالها مع الاحتياطات الكلة تكون لازمة معتاي المظلات موجودة واللبسة موجودة ما هيش حاجة إرجونت ما تخرش ما فم مش عاليش معتاي هذا عاليش زادك كيف راهو هذا هو التقس معتاي تلك طول عمورنا التقس بشكون سخونة ما راهوتا معتاي غيرات المناخية قادي يزيد يسخن السيف أسخن ملعادة وشته أبرد ملعادة صحيح صحيح اقتصاد فسع من المياه وكا كنا صحيح اذيك الكل ليه اختمال الآن ببعض المواذيع اللي ممكن هذا وقته احنا كبش نحكيه عصيف شنية ما وهي سخانة بحورات ومهرجانات ليه ما نستعالها سبيلا بتبعه مش ناس ما تقدر عمرجانات اما راهو لا ينفي ان في المهرجانات الجهوية فما برشة مسيع كبيرة يسر فما ناس قاعد تعم في برشة مجهودات لشتمتع العائلات خطر فما ناس ما عنديش حتى متنفس رو فما شكوني يا نبيلة معتها هي مية الشعبوية اما رو نقولوه فما شكوني استنى في فرح معتها فرح عارس بشي تفرهت بشي ديفولي معتها تلمو العباد عليها معتها الضغط اليومي متاع الحياة تعد كل يوم تعد كل يوم تعد كل يوم تعد كل يوم فاليذي المهرجانات رايي دورها كبير يستعال تبدأ تحكي في لغة هذه الثقافية ونحيوه المهرجان تثقافيه والثقافة شو نعملو بيهم شو نعملو بيهم الثقافة ليه متنفس الناس بيش تتفرهت والثقافة فيها معتها حتى المهرجان نسد مهرجانات غنائية فيها المسرح فيها العروض الفرجوية فيها الاستعراض فيها المهرجانات حتى الزيارات على الاولياء السلحين اللي الولاد في برشة منهم وليو يعملو فيهم كرنفال كامل معتها هاي كل داخله في السياحة نحكي على المهرجانات والكوري تساكن متاعو متاع مية وخمسين دينار فيو وفيو مهنيها ما عملوش ندوة صحفية خاصة بمهرجان القرتاج مزيل ما قالوش على برنامش كامل ورغم هذيك قالوا وائل فقط وائل الفوري وفيت التذاكر محبوب وناس معتها رايت السنة فيها بش تفرجوا فهم ناس تضارب مضارباتها فهم ناس تاخو التذاكر هذيكا وتخبي ومبعد تبدأ تبيع ان شاء الله ان شاء الله السلوطات يكونوا فيقين برشة للحكاية ذيكا صحيح مو تساهل بش تباحوا مناس كل امرهو التذاكر قادة تبيع في السوق السوداء فهم ناس تشري كل وتعود تبيع الصحيح هيئة المهرجان لا تتعصى لكل بيحد قاعد يشري تسكرة من شبيح امرهو زاد النجم وانتبعوهم على الاقل كتشدوا واحد واثنين يكونوا عبره للبيق الاخرين والموضوع الاخر اللي هو عنده علاقة بتبيع المهرجانات البارح السيد ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين والمهنة الموسيقية احكايا على مطرب فاني نقوله مثلا تامر حسن جيل تونس غنى في عرز ايه اللي دفعوا للعرس يدفعوا 100 مليون 200 مليون 300 مليون مليار فلوسهم هم احرار احنا مانا جموش ندبروا فيهم كل واحد حر بتبيع بسروا فلوسه فين يحب تبقى المشكلة اللي قالوا اللي هم ما دفعوش المبلغ متاحهم المستوجب للذرائب وما صرحوش اللي المبلغ بش يكون بالعمرة الصعبة هذا ممكن نبع علي عنده برشا وانا معتنا نأكد على المواطنين اللي راهو يلزمنا خطر فهمة برشا يقول لك كل مره يتكلم مكلم كما هكا وكذا ليلة انت دورك كمواطن تتكلم كنتشوف تجاوزينيانا نشوف اليانا تدافع للذرائب من حقي نشوف حاجع وجش في البلاد من حقي نتكلم عليه هذائي زادة شنين معنات هجي يدفعوا فلوس تخرج معتها البره واحنا مخالصوهاش نابيل انت يظهر لي معتها ليلة والله نحن ركزنا معاك ليه تامر حسني ليه تامر حسني ده بره سوي غني على روحه وانا ما عنديش نحبه وما نحبش راهو ديمقراطية مع الاذواق كل حده ذوقه اذا انت تحبت اسمه انت حر مش نجي نحكم في ذوقك انا ما ليه ضحكت اخدت ركزنا معاك قلت اينك ادفع ضرائب اينك ادفع ضرائب اينك ادفع ضرائب تشع في برشا ضرائب ظهر فيك ياخذوا من غادي الغاد لان هذه المتاليتين معتها موجودة برشا في الوروب في الوروب حتى كواحد يشوف حاجع وجه في الكيس تليفون ويتكلم في تونس يتعدى على اساس يقول لك معتها بين قوسين واشي ليه مكشواشي انت تتكلم على حقك لانك شفت حاجع وجه اللي انت مثلا الكيسة ذاكرة تدفع في الضرائب ويش نجم معتها الناس ينطفوه ويتلاهو بيه ويتلاهو بجنين يشوف حاجع وجه يتكلم عليها ما هو واش عيب وما هو ويش بيش الناس تحاول تبدل شوية معتها الامل ويشاية ويشاية بيعتقل هذي اللي اني قشا فيها مشيو المتيوم ونعطلك سنبيل لي والله شكرا لك حسيم الساعة شكرا لك على الزابينج متاعك حبيت نحيي كل مستمعين خارج تونس لقدين يتفعلوا معنا تحية كبيرة لسي نجيب بن علي يسمع فينا من منذ الصباح الباكر في الستة وثمانية واربعين دقيقة قالي نحنا توفي مورريال الساعة ماضي ساعتين غربوع متاع الصباح واول مرة نسمع لي ذاعة الوطنية من زمان ان شاء الله يا ربي ما تكونش اخر مرة وديما تسمعنا وانتو هما اللي البره من تونس راهوا نحنا معاكم وينما كنتوا في اي بلد من العالم وساعدينكم تسمعونا ومرحبا بتفعوليتكم زيدا اكيد سنجيب اسمعنا ديما اسمعنا وتنجم تشوفنا وتسمعنا زيدا ليه اللي عمتو في كندا او قلق مساعتين غربوع متاع صباح متاع صباح مناع في السبع غربوع عنا هما عندهم مساعتين غربوع متاع صباح اما هما حاطة اللي شيفت انت الخدمة متاحة ومش كتنحن ممكن تقريبا حاجة كما كيكة تقريبا حاجة كما كيكة قدي فرق توقيت فرق توقيت قريب 12 ساعة كيك قريب ممكن قريب 12 ساعة على كل اللي بش يكون بعد صلحنا المعلومة سيو اس كانت صحيحة او غالطة ابلني اليوق به شكرا لك حسيم نمشي ومعاك ومع مستمعينا للماهد الوطني للراز الجوي احوال الطقس معنا هيدا صباح سي حمزة ساعة 7